حكي صحي مع اختصاصية التغذية غلا علوش ومريم الحمل شو عنا اليوم مريم؟ البشرة وما قدراكم البشرة؟ أول شي بيشوفوه مننا الناس يعني مراية الصحة والمكان اللي بتطلع فيه الحبة اللي بتزعلنا بس تعطينا مؤشر على شي أظن جوه الجسم طبعا وهي القصة يعني للنساء والرجال كل الناس لازم يهتموا بهذه القصة تحديدا والفكرة أنه في مجموعة فعلا من الفيتامينات مسؤولة عن لمعة العيون صحة البشرة قوة الأظافر نظارة الجلد كلهم مربوطين مع بعض هالفيتامينات هاي مربوطة بكلمة ديكا أو دي اي كي ا بالإنجليزي يعني حالو حبيت الربط أنا نحنا كأختصاصيين نربطهم حتى نسهل على الناس وعلى حالنا بحفظ الأفكار اللي إلا علاقة بالتغذية والصحة هل أنا بدي أسألك وين موجودين الفيتامينات يعني إذا بلشنا بفيتامين دال هم دي وإي وكي وإي صح حلو هلأ فيتامين دال يا ستي الشمس طبعا من الأكل يمكن نقدر ناخده من الأشياء اللونها أبيض شوف أنا شوف الربط الألوان اللي أنا بعمله أتخيل أنا موجود من الحليب اللبن البيض والجبن اسمعت أنه الفطر كمان فيه نعم لكن المصدر الأساسي للفيتامين دال هو الشمس طبعا تعرفي أنا طلع عندي نقص طبعا بعدما حللت بناء عن توصياتك سترولاف وركزت شوي بالموضوع بصراحة في الفكرة العامة اللي فهمتها أنه بكل وجباتنا لازم ندخل نسبة من الأكل فيها حتى نحصل على هذا الفيتامين مع الشمس تماما هلأ يعني إذا كان شخص عنده نقص كتير كبير بفيتامين دال مستحيل يعوده من الطعام حتى من الشمس مستحيل لازم لازم وقتها ياخد مكملات مع وجود شمس والطعام لكن بالحالة الطبيعية طبعا لازم ننتبه لأنه شو الأكلات اللي بتعطينا فيتامين دال ونتعرض كل يوم تقريبا شي نصف ساعة للشمس طيب حلو خلينا نروح للفيتامين الثاني فيتامين إي وين موجود برأيك؟ أظن بالزيوت النباتية المكسرات صح وكمان نلاقيه بالأفوغادو بالزيتون وبالمكسرات بركز على اللوز فيه نصبة جيدة بالفيتامين إي بتلاحظي أنه قد يحطوه ب فوائد زيت اللوز للبشرة بالضبط مشهورة لصة طيب هل أحسن ناكل فيتامين إي ولا ندهن فيه بشرة نيرولا؟ هلأ الأفضل العناية اللي بتجي من الداخل لأنه بالأساس بتساعد على تغذية الخلية من الجوة لكن كتير بحب فكرة العناية من برة ومن جوة بحس فيه تكامل هيك أشراقة للبشرة يعني حلو تعرفي أنا فيتامين إي بشتري كابسولات اللي بيكون بقلبها ومن لوشن الترطيب العادي تبعي يعني بيدبوسة صغيرة بخسوقها بيطلع الزيت وبخلطه مع الكريم من الترطيب أو أحيانا بحط معلقة زيت زيتون بحس أني أنا هيك كأني عملت شي صحي ممتاز جدا على فكرة يعني هي هي الأفكار البسيطة اللي بتساعد الناس إنه فعلا نعيش بطريقة أسهل لكن بطريقة أفضل هلأ فيتامين كي وين منلاقيه؟ منلاقيه بكل شي لونه أخضر يعني مثلا بروكولين ملفوف الخيار الأوراق الخضرة وهدول بصراحة نحن مقصرين بأكلهم يعني وهذا الفيتامين هو بس يدخلوا هاي نباتات على أمعائنا بتتكون داخل الأمعاء يعني بتبلش الأمعاء بفعل البكتيريا الموجودة جوه الأمعاء تكون هذا الفيتامين يعني صلطات أشياء الخضرة عارفة في أكل عند الأتراك كبير بيعملوها بالسمنخ بيطوه هو كتير صغير وبيضيفه عليه حتى شوية مندورة شوية جزر مبشور طعمه لذيذ لأنه بحس يروه ليش إحنا ما بنتناوله كتير إنه أحيانا ما عندناش طريقة لذيذة لنتناوله صح ومنأكز إنه بس سلطة 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 لا فيه طريقة إنه ممكن ندخل الخضار كأكلة مو كسلطة بس كمان فيتامين A وين موجود؟ أظن الجزر والبطاطة الحلوة كل شي لون وورنج حتى الفلفل الملونة الصفرة والحمرة المشموش الخوخ خضر كلهم فيهم صبغة البتا كاروتين وهي هاي بتتحول بأجسامنا لفيتامين ألف طب مصادر الحيوانية أظن بنلاقيه كمان بالسماك بالبيض والحليب والجبن بس يمكن بيني سبقال تماما لأنه مش برداني تماما لا هو موجود بس بطريقة الفيتامين A فورا يعني ميكة بالتا كاروتين بتحول بجسمنا لفيتامين A لكن في المصادر الحيوانية على طول بناخده بفيتامين A بس مصادر أقل نسبة وكمان يعني أنا من الأشياء اللي كتير بركز عليها وينما بروح بطلب دائما عصير جزر طبعا مكون حاس بقدير من آكل فواكي خلال نهار مو كل يوم بشب عصير جزر بس لما بروح على المطاعم من الخيارات المفضلة تماما وبقل لهم يعني بدون سكر مشان أضمن أنه ما في نسبة سكر إضافية طيب يعني كم جزر بطلع في كاس تعصير هلأ الفكرة العامة أنه كاس تعصير الجزر ممكن نحن يعني ناخد له تقريبا أربع أو خمس جزرات فقديش نحن أخدنا سكر من هالأربع أو خمس جزرات بهالكاسة كمية كبيرة لكن لو جيت قلت لك أنه أخدي كلي خمس جزرات ما حتقدري تأكلي خمس جزرات يعني مش بعاد أو حتى الإنسان ما بيقبل بهالأد كمية جزر فهي هاي النقطة اللي أنا بركز عليها أنه لما بروح على الكفية مثلا مرة كل أسبوعين ممكن أطلب عصير بس مو دائما نطلب العصائر لأنه فعليا هي فيها سكر كتير عالي وخاصة للشخص اللي بده يحافظ على وزنه أو يخسر وزن بده يندبه كتير لكمية السكر وبتلاحظي سبحان الله نحن أجسامنا رب العالمين خلقها لحتى تستهلك السكر أو تتحمل السكر الموجود بحبة فواكه ومو بأربع حبات أو خمس حبات من الفواكه مركزة بالعصير المبارع الياف تماما فهي النقطة كتير أنا بركز عليها أنه دائما بقول لي طيب طبيعي خلاص نشرب قد ما بدنا لا ما منقدر نشرب قد ما بدنا لأنه السكر فيه عالي وأنا بقول كمان عارفة الثقافة نزيدها على أنه ما نستحي نطلب من اللي بيخدمنا في المطعم أنه لو سمحت ممكن ما تضيف لي عليه السكر أبدا خليني أخذه مثل ما هو هاي برضو من الأشياء اللي بتقلب شو من حضرتيننا اليوم زكري قبل كم يوم هيك حكيت ما يكعب تليفون وأنا مبسوطة وسعيدة وقول لك رولا أخيرا لقيت طريقة لذيذة للأفوكادو لأنه أنا مش كتير من عشاقة ومحبية بس فعلا لقيت طريقة كتير مميز دلتني عليها وحدة صاحبتي وحب أقولها للناس يعني كتير سلطة الأفوكادو فالفكرة وين إنه هي لازم تكون حامضة فيها شوية حداءة هذا السر اللي بيخليها يختلف الطعم اللا طعم اللي موجود في الأفوكادو فعلا بنأشر حبة أفوكادو أو أكتر حسب الكبين اللي بدنا إياها وبنقطعها لمربعات صغيرة مثل ما بنقطع للسلطة بنضيف معها بندورة كمان مقطعها بصل أخضر مقطع وممكن شوية تخيار وشوية تخس يعني كصلة طبعا نضاف عليها زيت زيتون خلبة لسمي وشوية بتعرفي الفلفل الأحمر تبع الأتراك اللي خشن موبودرة تماما نضيف منه رشة مع نطفة ملح والسر الجميل اللي هو الجوز المكسر الجوز المكسر هيك بتحطيه على الوجه تبعها بصراحة حسيتها كتير زاكية وبتضيع الطعم للناس اللي ما بتحب الأفوكادو عظيمة والله فكرة مستعدة أنا بشجع كل الناس عليها عندي اليوم أفوكادو بالبيت خلص رايح أعمل هاي الصلاة صوريلي إياها نحن زي على الإنستجرام لو خيارتك بين وجبة مطبوخة فيها مع كورونا وبدجاج ومعها خضار يعني فيها فلفلة ملونة صفرة وخضرة وحمرة أو خيارتك بين صلطة فيها نفس الفلفلة خضرة وحمرة وملونة والدجاج المطبوخ مطبوخ بس يعني بس الصلطة ما أنا مطبوخة صلطة طازجة شو بتختاري؟ هلأ بحس الفلفلة لذيذة يعني لها طعمين وهي مطبوخة طعم وهي طازة طعم بس مش حتفلتها في الجانب الغذائي حترك لكيها التنين لذيذين كل حده طعم يعني تمام هلأ الصلطة أو نحن ما بناخد الخضار بشكل الطازج الطبيعي عادة بتكون نسبة الماء فيها أكتر نسبة الألياف فيها أحلى والفيتامينات ما بتكون فاقدة من قيمة الغذائية أبدا لما نروح نعرض هاي الخضار نفسها لدرجات حرارة إجباري رح تفقد جزء من قيمة الغذائي إجباري خاصة الفيتامينات الذوابة بالماء لأنه أنت لما بتفقد ماء فبتفقد جزء كبير من فيتاميناتها وبتطاير لأن الفيتامينات ممكن تتأثر بالحرارة بالضوء بالهواء فممكن جزء كبير نفقده فدائما لما الناس بيسألوني شو الأفياد الخضار المطبوخة ولا الخضار الطازجة على طول بقول لهم الخضار الطازجة أكيد أطيب عفوا أفياد لكن يمكن الخضار المطبوخة على المستوى الآن يعني إذا ناكل كميات منيحة ما بتتأبلي تاكل سلطة بس لحالة على الغداء فدائما بقول أن التوازن حلو لكن ركزوا دائما أنه على الفطور والغداء والعشاء يكون دائما في مصدر طازج للخضار مع وجود طبعا طبخة العادية اللي فيها خضار يعني واللي ما بيحب الفلايفلة تحديدا يعني لو لا يضيفها يعني أنا بحبش أحطها بالسلطة بس هي حلوة نتعودنا كلها مثل ما بناكل الخيار والخص تماما جمب الأكل لحالها هي لها طعام لذيز أكتر ما تكون بالسلطة صح وما بتحتاج تقطعيها فبتسهل الموضوع وهيك بتكون الحياة الصحية سهلة وعملية أكتر حكي صحي مع اختصاصية التغذية غلا علوش ومريم الحمد اشتركوا في القناة